من وجع في الداخل إلى وجع أكثر قساوة يبلغك به مالك المهدور خارج الأسوار يخرج النائب كاظم الحمامي إلى أبعد من الحدود متسائلا بصيغة التحر والتقصي عن أموال العراق الموزعة بين الأسواق والشركات العربية ومقدار الحصص فيها ثلاثون شركة عربية رابحة شارك ويشارك فيها العراق تمويلا وتأسيسا ما هو مقدار حصص العراق وأرباحه في تلك الشركات سؤال بالخط العريض يطرحه الحمامي على الطاولة النيابية تتبعنا مسار الشركات التي ذكرها الحمامي في وثيقة المسائلة النيابية وعلى سبيل الذكر للحصر هذا الموقع الرسمي للشركة العربية لمصائد الأسماك تأسست عام 1979 يشترك فيها العراق بما نسبته النصف بالمئة يبلغ قيمة السهم الواحد فيها قرابة واحد وثمانين ألف ريال سعودي ومن الوثيقة وجدنا موقع الشركة العربية العراقية لإنتاج الألبان والتي بدأت إنتاجها عام سبعة وثمانين التنتج أكثر من عشرة ألاف طن من القمح سنويا وبرأس مال للشركة يبلغ نحو أحد عشر مليون دينار عراقي يشارك العراق بحصته فيها نسبة خمسين بالمئة في البترولي وعلى أرض ليبيا وإنتاج الخدمات البترولية مع كبرى شركات النفط أيضا تطرح كل هذه الأسئلة لتتعدى جدران البلاد عن حقوق العراقيين والاقتصاد لطالما أن صندوقا يسمى الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في توقيت أمس ما يحتاجه العراقيون لتحصين واقع معيشة جعل بلاد النفط والخير في قوائم الفقر والجوع والحرمان السودان موريتانيا الخليج سوريا ومصر في كل مكان يحضر اسم العراق لكنه يغيب بماله عن جيوب العراقيين